هذا الفساد أحبائي اللي عم بعم كل البشر يعني بقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله بسبب المسايرة وهون مشكلة للرجال الدين اللي انت بتساير وبتساوم مفيش مساومة الكتاب المقدس واضح جدا وأقولها بكل محبة أنه لا يوجد إله آخر ولا أي شريك له قال الله أنا الرب هذا مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد كما قال الرب يسوع المسيح شيء ثاني لا يوجد رب إلا يسوع المسيح يسوع هو الرب ثم الكتاب المقدس اللي بين إيدينا هو كلمة الله الحية كلمة الله الحية وهي الدستور والمرجع لكل مؤمن مسيحي شيء آخر لا يوجد خلاص إلا من خلال صليب وقيامة الرب يسوع المسيح هذا الفداء من خلال عمل المسيح الكفاري موته الاختيار الطوعي من أجل خطيئك وخطيئي وقيامته من بين الأموات حتى أنت وأنا يكون إلنا حياة أبدية إذا طلبناه من كل القلب فإذا الكنيسة لازم تصحى الكنيسة لازم تستيقظ ما فينا نساوم إحنا منحب كل الناس ومنحب كل الديانات ومنحب كل البشر ومنحب كل الخطاء ومنحب حتى المجرمين والسفلة منحب كل الناس لكن لا تغلط أنه مجد الله مش رح يعطيه لآخر فمشان هيك رح يوصل وضع يا أنت مؤمن يا غير مؤمن